القرآن ببساطة متناهية عامل صورة كاملة لناس استخدموا الإحراق في إحراق بعض المؤمنين هل هذا الكلام يتوافق مع الإسلام ولا لا يعني إيه يعني فيه صورة اسمع صورة البروج يا ترى فاكرينها ولا مش فاكرينها يا ترى صورة البروج دي نزلت ليه وفي مين وعشان إيه وإيه قصتها باختصار شديد مش هقول قصتها طبعا عشان منعا للإطالة لكن صورة البروج ربنا فيها بيتكلم عن ناس حرق المؤمنين يعني استخدموا الإحراق كوسيلة للإعدام مع أن فيه ناس مؤمنين كتار جدا اتعدموا على مدار التاريخ اتأتلوا على مدار التاريخ حتى الأنبياء حتى مين الأنبياء يعني لما ربنا يقول في القرآن الكريم أَوَ كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وفريقا تقتلون وبيتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول أفئمات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يعني ولا تحسبانا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أمواتا كل الكلام ده بيدل على أن القرآن مر على حالات كثيرة من حالات القتل اتفقنا اتفقنا إنما جيه عند حالة من حالات الإعدام بالحرق أو القتل بالإحراق القرآن نزل عليها صورة كاملة والصورة إيه مولانا صورة كاملة بيقول فيها منتهى الآيات فيها في منتهى العنف والقوة علشان هؤلاء الناس والجريمة اللي ارتكبوها الشنعاء والمؤلمة قال تعالى والسماء ذات البروج ربنا اللي بيحلف ربنا بيحلف بقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إيه رب ده بيحلف بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود اللي هو يوم القيامة وشاهد ومشهود اللي هو كل إنسان سيشهد عليه يوم القيامة وكل إنسان هاتي شهد ومشهود عليه إيه يا رب بتحلف على إيه قال لك قتل أصحاب الأخدود يعني الويل لهم ثم الويل لهم ثم الويل لهم قتل أصحاب الأخدود من أصحاب الأخدود وعملوا إيه رح ربنا أقول لك النار ذات الوقود يعني إيه يعني جريمة ترتج لها السماوات السابع جريمة جعلت القرآن يقسم على بشاعة الجرم وعلى بشاعة الجريمة النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني إن الذين أعدموهم حرقا فتنوا هنا بمعنى الحرق ونشرحها بعدين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ممكن أسألكم سؤال هو جهنم فيها إيه؟ فيها حاجة غير الحريق طبعا جهنم فيها حريق مش محتاج فكان المنتظر يقول فلهم عذاب جهنم ويوقف ليه كرر الكلمة قالوا لهم عذاب الحريق عشان يبقين لك إن الجزاء من جنس العمل وإن جزاء الإحراق يوم القيامة وإن الذي ينكل بالناس سينكل به يوم القيامة وأن المعذبين سيعذبون يوم القيامة ولا تحسبانا الله غافلا عما يعملوا الظالمون بعد كده نقول إن طراصنا الإسلامي وقرآن أو دن يأمر بالإحراق ترجمة نانسي قنقر